موسيقى نلتقي اليوم كمكونات قبائل يبوت المجاهد في المنزل الشيخ محمد سالم وز جميع تمتيلية عراش يبوت حاضرة الحمد لله الحدف المجتمعين علينا شخصياً في الفتنين الجماعة مش نسير فقط هذا اللقاء لحد له يمس الكرامة صدح مدرديبي والله بحد معلنا دعم القبائل كاملة أراننا مستنكرين وراننا الهان قبلوه والهان أولاد كلهم يكون في أقبائهم مش مقدد تكون لديناس والسلام عليكم والعبس اليوم تشرفت قبائل يبوت في منزل الشيخ محمد سالم ويسي بحضور كافة أعيال قبيلة من الشيوخ ومنتخبيين وفاعلين جمعويين وسياسيين وأعيان من أجل المؤذرة في هذا المصاب الذي وقع لأشقانا من قبيلة القيبات هذا المصاب الذي صراحة استنكر القبيلة يبقى استنكر شديد صراحة الذي يؤثر في القبيلة ويؤثر في قبيل الصحراء كاملة وذلك قبيلة يبقى استنكر شديد عن ذلك اللي يوقع القبيلة للرقيبات ما هو صالح ونتمنى من السادة المسؤولين عن هاي الأمور كاملة ما تعود مراقبة وعاقب ذي يعود لها شوي من ضباط ومن تحقيق ذي المسائل كاملة وقبيلة يبقوت رعيم آزرا أشقاها وابن عمها وجرانها قبيلة الرقيبات بصفة عامة بذون استهناء راضتنا العلاقات الكاميرة مع الرقيبات النسب والزورة والقزوات والجهاد وكل الشيء اللي يفرقونها مع الرقيبات لا يلمون معهم اللي الماضي الصحيح لما فيه داعس في الليبيات اللي هي جابيات كاملة ورانا مأيدين الرقيبات على اللي يقالوا كامل في دلفيل ومحنا زايدينه المخونات واللي عندنا من حد ينبدو يعينوه ويعينوه هم الرقيبات ورانا معهم في الصراي والضرائي لاي الله الصالحين واللي يتبت عنه من ولاي الله الصالحين انه شريف والقبيلة شريفة هي كل عام سيدنا الله يعزه ونصره يمشي ملحة للزاوية عن سيد أحمد الرقيبي هذا يتبت شرافه ويتبت إخلاصه ويتبت وطنيته ويتبت انه شريف وعائلته كاملة وقبيلة شريفة وعليه عيون قبائل بوت المجاهدة رفضها التام والقاطع لأي شكل من أشكال الطعن أو المساس بأي رمز من رموز هذه الأرض المباركة ولا بتاريخ أي مكون من مكوناتها القبائلين كما توكد قبائل المجاهدة كما توكد قبائل المجاهدة وقوفها الكامل وتضامنها اللامشروط مع الشرفاء قبائل المقيمات لأن أي مساس بهم هو مساس مساءة شاملة لجميع مكونات المجتمع وللذاكر الجماعي لهذه الصحراء المغربين اشتركوا في القناة